اختبار الإنجيل وقرابتي لأهل بيت الله في بداية رهبنتي عندما انفتح حالي الإنجيل قليلا قليلا يا فرحتي عندما وجدته أن المسيح يكلمني من خلال الآية ويشاور لي على عيوبي وخطياي وضعفي فكنت أشعر أثناء قراءتي أن الكلام موجه لي فبدأت حياتي تتقوم وكل غلطة كانت تظهر لي أصحح نفسي فوجدت أنها فرصة وانتبه ذهني وتيقزت روحي إلى أن حياتي وخلاصي وإصلاح حياتي وتقويتهما وتجديدها هو من خلال الإنجيل فصرت أصلي كثيرا قبل أن أقرأ الإنجيل وأقول له يا رب هذا هو الإنجيل الذي كتب لي وظل مكتوبا ولم يضيع حتى وجدته من وراء الزمن ووصل إلي إنني أشكرك جدا على إنني حصلت عليه وهو مطبوع أيضا لقد كتب لأجلي كل الأصفار فهل يعقل أن أموت ويبقى سفر لم أقرأه؟ مستحيل يا رب فلابد أن أقرأ الكتاب كله لابد لأنه مكتوب لي وعندما أقرأ عن إبراهيم وسيرته أقول أن هذا هو أبي تصور أن يكون إنسان تائها عن أسرته ثم وجدها وقيل له هذا هو أبوك وهذا هو عمك وهذا هو جدك فيا فرحتي لقد وجدت أسرته هذه التي بدأت منذ أول آدم يا ما بكيت على آدم لما أخطأ دا أبويا فبدأت هذه الصلة وبدأت تصير واقعية وأشعر فعلا به لأن دمي هذا من آدم أتؤمنون بذلك؟ إنك لم تأتي به من تحت الأرض فهذا الدم واللحم هذه الحياة والنفس منه فأنا حفيد آدم فبدأت أتعرف عليه من خلال قصته المكتوبة وأخاطبه وأرثي لضعفه وسخوطه وأتقبل سقطته لأنها سقطتي أنا ليس في ذلك شك وبعد ذلك أفرح بالخلاص وأعبر أيضا من سفر إلى سفر وأتعرف على أهل بيت الله الذين هم أهلي المعلم بولس الرسول في رسالته إلى أفاسوس الإصحاح الثاني عن عدد تسعة عشر فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله إذن فإن كنتم أعضاء الأسرة وأهل بيت الله فماذا يكون إبراهيم بالنسبة لكم إنه أبونا ولم يرانا إبراهيم الذي هو أب لجميعنا من يوم عرفت ذلك لم أكن أعرف إلا قليلا ولم يكن عندي وقت إنما كان عندي حب للإنجيل فما أقرأه يزيد من اشتياقي فلما دخلت إلى العمق وبدأت أقرأ أعرفت أنني لست غريبا بل عضو في بيت الله فقلت إذن أنا لي حقوق ولا بد أن أتعرف على عائلتي يا سلام يا أحبائي قضيت ليالي في كل حادثة من أحداث الإنجيل وكنت أتحسس موضعي فيها كما في مراحل حياة إبراهيم وفي عبودية عقوب وعمله كأجير سنة وراء سنة وأنا صدقوني أعمل معه كأجير ولا أستطيع أن أصور لكم إلا إذا صور لكم المسيح مقدار كوننا مدعوين أن نسير مسيرة الكتاب المقدس كله ونستمتع بها ابتدأت أن أتعرف على الكتاب المقدس كله موقفا موقفا وآية آية فوجدت أنه كله مكتوب لأجلي وصدقوني أنني وجدت أن لي مكانا في سفر التكوين وسفر الخروج وفي جميع الأصفار وكل أب وكل قديس لي معه صلة ولو حتى أحل سيور حذائه فأمشي ورائه أتحسس قرابتي له ولا أقول أنها قرابة شديدة لأنني لست أهلا أن أحل سيور حذائه أي واحد منهم ولكن بالحق فقد قوبل شعوري بكل ترحاب من كل قديس ومن كل سفر فوجدت أن لي مكانة في الإنجيل وفي العهد القديم الذي كنت أشعر قبل ذلك أنني تائه فيه وليس لي موضع وبعد ذلك فرحت بميراث السمين السمين جدا الذي هو الكلمة فالكلمة ميراث غني ميراث الحياة كلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين أعمال عشرين اتنين وثلاثين وفي موضع آخر يؤكد أبونا الروحي على أن هذه الخبرة الإنجيلية في تعرفه على أهل بيت الله وميراث كلمة الله هي الملكوت السماوي الذي نعيشه منذ الآن فيقول بدأنا نقرأ الإنجيل بعهديه بإخلاص شديد جدا وبتقوى فوجدنا أن كل وعود الله التي جاءت بصورة عملية ومادية في العهد القديم والتي جاءت بصورة عملية وروحية خالصة في العهد الجديد إنما هي حقيقة واقعة وملموسة وراء كل آية فكل آية وكل إصحاح وكل قصة تحمل لنا عهدا صريحا من الله أنه كما كان هكذا يكون إلى دهر الدهور على هذا الإيمان دخلنا في صفاء روحي شديد للغاية ورجاء قوي لدرجة أنني أنا شخصيا بعد أن بدأت وحدي بدأ الآباء أولادي الروحيون يأتون بعد سبع سنوات ويأغذون مما أخسته وقد اعتقدت أنني بدأت أعيش في ملكوت الله في الحال فالملكوت ليس شيئا مستقبليا أو أخرويا كما يعتقد الكثيرون إنما هو حقيقة واقعة معاشة رأيتها بعيني وتحققت منها إذ أن الحياة الحاضرة يمكن أن يستعلن فيها كل أسرار الله وصدق مواعيده بالنسبة للملكوت لقد انفتح كل شيء أمامي وأول من فتح كان هو سر الإنجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر